كما تعودت دائماً وأبداً في ملك وكتابة ضربة البداية مقالي ومقاله التويتر الملغمة وقبل مثلاً مهندس عدلي هقول لكم اليومين اللي فاتوا على تويتر تويتر كتير من الأهلوية الغيرين والحرصين جداً على الفرقة واستقرارها استغربوا أن يلاقوا ناس بيطرخوا استفتاء بين جماهير الأهلي ترشح مين للخروج من فرقة الأهلي دلوقت مين الأهلي يجب أنهم يستغنى عنهم كده والفرقة عندها سيموفاينال أفريقيا وعندها بطول الدوري بكل تحدياته وعندها مشاكل في الإصابات وعندها رغبة في الجهاز الفني في الاعتماد على كل اللعيبة عشان يفتحوا المجال والمزاد للتقطيع في اللعيبة وكل واحد بقى يد اللي بداله وأنتم من تش عارفين مين اللي بيصوت ومين اللي بيهاجم في اللعيب ده ومين اللي بيكسر في ده ومين اللي عايز ده يمشي ومين أصحاب التونية؟ هل دي أجواء؟ ومين أصحاب التونية؟ ومين وراها؟ بص يا أستاذ براهيم هو ده طبيعي أنك عمال بتتكلم على مين جايله عروض ومين حيمشي ومين قاعد ومين طالب أنه يمشي فجأة يعني العملية بتبقى متزامنة مع زواهر معينة يعني فرجاني ماشي لازم أعمله زخم قدامه ويعمل قلق في الحدة التانية ويخفف أنا نفسي أن فرجاني ما كانش يمشي وكان يقعد في نادي الزمالك لو سألتني أنا أتمنى أني كان يقعد في نادي الزمالك القصة كلها أنا كنادي أهلي عمري ما حنشغل غير من باب الدراسة المنافس بتاعي هيعمل إيه؟ لأنني أنا لازم أكون جاهز وحاضر مع كل متغير وكل محد يجري خطوة أسبقنا هو ده دهورنا هو أخد بطورة والمنافس فأحصل حالاته بالعكس كثيرا كثيرا ما يكون تصدير إن المنافس عنده مشاكل دي صورة خادعة زي دلوقتي يقول لك مشاكل في التراجي التراجي إيه مشاكل اللي في التراجي إيه فندي يقول لك اللعيبة ومتزمرة وما خدتش مستحقة نفس القصة ونفس الفيلم التنويمة التنويمة واخد بالك وفي نفس الوقت يخلي لعيبتك هنا تنشغل ولذلك أنا مندهش جدا جدا يعني إيه توقيت إن الكابتن تامر نحاس يطلع تكلف وموضوع التجديد كنت عايز أسألك لأن الحياة دي ظاهرة غريبة جدا وبعدين يلطف يلطف الآن من التصريح اللي قال وقال دي كانت وجهة نظري أنا حلاص يعبر عن وجهة نظره الشخصية مش وقتها أه طبعا هو توقيت تفتح المواضيع هو اللي يخليك تستغرب مش وقته وبعدين واضح إن الكابتن عمر يكلمه قال له أنت ما شهرتنيش ما كلمتنيش حاجة كده عمر السلية عمر أي فطلع النهار دي يلطف أو يفسر قال لا عمر مبسوط في النادي الأهلي وعايز يكمل وعايز يعدكت أمنيتي أنا لأن سنه كبير يطلع بره أمنيتك بينك وبينه لكن تصدير إن فيه تفكير هذا لا الناس بترسم صور للعيبة أنت بتشرخ الصور دي أيوة فنتمنى الفطرة الجاية مش مش أنت فلان فلان يعني إن مثل هذه التصرفات تخلي الناس ما بقيتش بقى لا بقد أنتو مهما عملنا الحكاية هي هي وفي الآخر الفلوس وحيبتدي النغمة تتقل كده وغالبا الأمر مش وقيعي لأن حصل تراجع عن الكلام لا تفسير الموضوع يا جماعة وكيل اللاعبين بينوب عنه في عملية في إدارة عملية التفاون عند الانتقالات ومش على الهواء مين أعمل التفاون يبقى على الهواء لكنه فكرة أنه أنا ألاقي وكلاء اللاعبة ومش عايزة أقول السمصرة يعني لأنه إذا كان الوكيل حاجة شرعية وحاجة محترمة في أطراف أخرى منتسبة لي عملية الوكالة والانتقالات بيبقوا أقرب للسمصرة أقرب لسمصرة السوق لكن السادة الوكلاء اللي أنا شايف الفترة اللي فاتت في شهوة كلام عندهم البرامج الرياضية كتير من الزمنة مش قادر يوصل للعب فلان والفلاني أو اللعب الفلاني ممنوع من الكلام أو مش هيقدر يدخل ليعمل مداخلة فقوم جايب وكيل لعبين وعد رصة عنده الأسماء فلان أخبره إيه ينوب الوكيل عن اللعب في التحدث عن طموحه وعن مواقفه وعن رغباته وعن اتجاهاته وعن حتى مستواه الحالي وهيدخل التشكيل ولا مش هيدخل وفجأة يحصل مزاد على الهواء عشان تبدأ تتنصب سويقة في الإعلام وعبر المواقع وتبدأ الأسعار تزيد ويبدأ اللعب الفلاني وهو قاعد في البيت البيت الوكيل بيدير المسألة فتلاقي كل المسائل بتهز استقرار الفرق مش أنا ما بتكلمش على أهلي لأنه الكلام حتى بيطال كل الفرق اللي عندها لعيبة بارزة وده كلام غير منضبط الحقيقة بالمرة باش مهندس فإن كده في وسط الموسم بتفتح بطن كل فرق عشان تبدأ تتكلم على الهواء مفيش كده على مستوى العالم إن الوكلا يطلقوا يتكلموا في تفاصيل اه يعني بكترها لحد الوقت ما شفتش الوحيد اللي شفته بيعلق ساعات رامي عباس بتاع محمد صلاح اه بتويتا بكلمة اه لا و ساعات يصرح لما تبقى فيه أزمة يعني حان تبقى بشكل حقوق لا يعني الوقت قررت لتصريحات عن عن مصير عن مصير اه اه لكن انا انا لو سألتني اقول ده ما بيخدمش اللعيب وما بيخدمش المجال الكرة لأنه في الآخر انت بتخدش صورة ذهنية عند الجماهير تتصور للعب الفلاني ده انتماء مطلق اه والتزام شديد ففاجأة انت فعلا بتهز الصورة هو انت لو ولد بيحب بنت جدا 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 اه وما تيجي تقابل بابا تيجي تقابل بابا والولد يروح فرحان ان هي تتمسك بيه يبقى في القاعدة يفاجأ ان هي بتطلب حاجات تعجيزية منه بتهز حتى لو حصل الاتفاق بعد كده اي الله هو ايه حصل ايه ما انا كنا رسم صورة ذهنية بالزبط والنبي يا جماعة ما تلعبوش في مساحات الثقة اللي بين الجماهير واللعيبة والاجهزة الفنية ومجالس القدارات كفى عبثا في كرة القدم المصرية عايشين حالة من الفوضى واللاوعي رهيبة جدا جدا جدا